بداية لازم اسألك انت كنت اسمه تردد كثيرا في الاعلام المصري حول اقترابك من العمل مع نادي الزمالك مساعدا لخوان كارلوس اسوريو المدرب الفريق لماذا تعطلت هذا الانتقال الى نادي الزمالك ببساطة لم يكتمل التعاقد هذا كان احد الاختيارات انا كنت احد الاختيارات وفي النهاية قرر اسوريو اختيار مدرب مساعد اخر هل تواصل معك وقتها اي شخص من نادي الزمالك اي ادارة او اي مسؤول في نادي الزمالك في الحقيقة لا التواصل بشكل مباشر كان مع اسوريو وكل المناقشات كانت بين كارمونة وبين انا شخصيا كانت بين اسوريو ام عزرة في الفترة في الفترة دي في الفترة دي هل درست نادي الزمالك شهادت نادي الزمالك تعرفت على نادي الزمالك تحسبا للانضمام اليه في الحقيقة كنت اتابع نادي الزمالك عن كرب بشكل خاص والدوري المصري بشكل عام بالطبع لا يتسنى لي رؤية جميع المباريات ولكن بلا شك تابعت الزمالك وكذلك انضية اخرى من الدوري المصري ترجمة نانسي قنقر